موسيقى السلام عليكم ازايكم من ضمن الحلقات الكتيرة اللي اتكلمت فيها عن سد النهضة تعتبر الحلقة دي خطر شوية وممكن تكون الاخبار اللي هتسمعها جواها اول مرة تسمعها ايه هي الاخبار دي اول خبر معنا طلع مدير الادارة الهندسية داخل الجيش الاثيوبي في لقاء مع ار تي نيوز الروسية وهنا ممكن تسأل نفسك كذا سؤال هو ليه اللقاء دا دلوقتي وليه وكالة روسية بتصديفه ليه مثلا مش وكالة امريكية عربية اوروبية حتى كم سؤال كده يا اخي لازم تعرف اجابتهم طب هو الراجل قال ايه بص كده قال ايه ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا لن يحاولوا مهاجمة السد ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة او تدمير السد لانه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة وهم يعرفون ان السد متين لذا املوا بحل المشكلة من خلال النقاش انت عارف هو كده قال لك ايه كده كشف لك خطة اثيوبيا الدفاعية وقعت ليه اثيوبيا بتعتمد على جسم السد بنسبة تفوق 75% في خطتها الدفاعية ضد مصر والسودان وش هو ليه ما هو فعلا مفيش طائرة مقاتلة تعرف تشيل كنبيلة تقصف بها السد ده جسم السد ده اقوى من جسم السد العالي هتيجي تقولي طب ما انت قلت ان في كنبيلة نصر 9000 تقدر تقدي على جسم السد هقولك اه بس خلي بالك نصر 9000 دي ما ينفعش انها تتشال على طائرة مقاتلة قول الراجل عنده حق دي خطة اثيوبيا راسمة هو طيب هي النصرة 9000 دي تتشال على ايه؟ لازم تتشال على طائرة نقل عسكري يعني طيارة زي مثلا السي 130 هيركليز الامريكية او طيارة اضخم شوي والطيارات دي بتبقى بطيئة وسهل استياضها بالدفاعات الجوية الاثيوبية فاتا هنا قدام عملية موقدة لازم تقضي على كل الدفاعات الجوية الاثيوبية عشان تعرف تتخل طيارة زي دي لحتى الاستريلا الروسي او السام 7 اللي بتشال على الكتف لازم برضو تضمن ان مفيش ولا جندي اثيوبي مع السلاح ده ولا الطيارة دي هتيجي على الارض ايوه بس انت عارف معنى الكلام اللي هو بيقوله ده ايه؟ ان هو قفلك الحل الجوي يعني الحل الجوي كده ما ينفعش ان انت تشن ضربة جوية ضد السد ومعنى كده ان كل المقاتلات والمناورات اللي انت كنت بتعملها مع السودان لان نصور الجو واحد ونصور الجو اثنين هو مدرك تماما انها ولا اي حاجة ليه؟ لان قدام هو قفلك الحل الجوي مقدمك شجر حل واحد بس بوتس اون جراوند او تنزل بجيشك على الارض ياما بقى تحتل السد ياما بقى تحتل منطقة بني شمكول والكلام ده كله عاوز وقت هتلحق تعمل الكلام ده كله بمعركة برية ضخمة عشان تعرف تختارك حدود السودان ماهو ما ينفعش تعمل عملية بتاعة كوماندوس مثلا تخطفه كده لا لازم تنزل على الارض بمعركة كبيرة جدا والمعركة دي لازم تدخل بجيشك جوه حدود اثيوبيا ولما تخش بجيشك جوه حدود اثيوبيا لازم تخش عن طريق حدود السودان يعني عملية معقدة جدا والجيش الامريكي نفسه بيستبعد الحلول دي او الحل بتاع التدخل ببري من اي معركة حالية او حديثة يعني الجيش الامريكي اول فكرة بالنسبة له دلوقتي ماينزلش على الارض بوتس اون جراوند ده مش محطوط اصلا يقعد يقصف يطلع سواريخ يطلع طائرات انما في الاخر هو مش عاوز يتدخل بريا وده اللي اثيوبيا معتمد عليه ان انت لو ادخلت بريا هيبقى فيه عندك خسائر كبيرة جدا حتى استدعي ان انت تنسحب بناءة عالخسائر دي او ان انت مش هيبقى عندك وقت ان انت تتدخل بريا اصلا ان هما معتقدين تماما ان هما قافلوا لك الحل الجوي او شن ضربة جوية دي يا باشا خطة اثيوبيا الدفاعية في كلمة واحدة الراجل كشفها قالك هما مستعدين ازاي فالعملية دي معقدة جدا بس على فكرة الراجل ما اكتفاش بالتصريح ده لا ده كمل بص بقى قال ليه وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء امنا وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه ليس بناء السد انما كيفية تقسيم المياه يعني الراجل كشف لك ان الاثيوبيين بدأوا بالفعل الملء الثاني لسد النهضة مش بس كده كشف لك خطته الدفاعية بمنتهى الجبائق فرحية لازم تعرف ان الناس دي مش كل حاجة مخططين لها بتنجح ولازم برضو تعرف ان الجيش المصري على دراية تامة بكل حاجة جوا السد ده ليه؟ اولا انت عندك السد ده بيبني بقى له عشر سنين فخطة ان انت تضربه وخطة ان انت تتمشي عليه حتى معروفة هدف ثابت بيبني بقى له عشر سنين سهل التجسس عليه سهل رصده بالاقمار الصناعية سهل معرفة المواد المستخدمة جواه سهل معرفة كل حاجة ده ممكن تكون عملت البدع جوا السد ده مخابراتيا يعني تاني حاجة مين قالك ان الجيش الاثيوبي اعظم جيش في اللوجود بحكس بص كده على الفيديو ده مخابراتيا الفيديو ده لو انت مفهمتوش قوي ده فيديو تم بثه من جبهة تحرير تجرائي او تي بي الاف اسرين فيه جنود اسيوبيين اللي انت شايفوا الطابور ده دول جنود اسيوبيين تم اسرهم فيهم ضباط على فكرة يعني مش جنود بس فيهم ضباط انت شايف العدد ده طيب هتيجي هنا تقول لي والله اصل الجنود دول ما ضربوش كويس وجبهة تحرير تجرائي دول اشاوس ناس حماركة جدا يعني ده ناس اقوية للغاية ده شكل جبهة تحرير تجرائي الناس اللي مسكين بلادة وبيرفعوها دول بتوع جبهة تحرير تجرائي شايف منظره ما عامل ازاي ما حصلوش مليشيات يعني كلمة مليشيات كبيرة عليهم ودول بقى هزمين جيشين جيش الاثيوبي والجيش الاريتري ولا ده عارف ينسحب ولا ده عارف ينسحب يعني الجيش الاريتري هتفهم انه هو مش عاوز ينسحب انما جيش اثيوبيا مش عارف هينسحب ازاي والخسائر فيه ضخمة لأقصى درجة ضخمة جدا اقوعة تفتكر ان كل حاجة اثيوبيا حاسبها او الجيش الاثيوبيا حاسبها مش يا صح اكبر دليل هو ده الناس دي راحة في داهية وحتودي نفسها في ستين داهية بس الاثيوبيين موقفوش عند كده لأ ده في اكتر من كده ازاي اثيوبيا النهاردة بعتت خطاب لمجلس الامن بتتريأ فيه على مصر والسودان بتتريأ ازاي والله بعتت لمجلس الامن تقولي على فكرة بقى مصر والسودان اختركوا مفاوضات الاتحاد الافريقي لان الاتحاد الافريقي ما زال بيرعع مفاوضات ثلاثية لمصر والسودان واثيوبيا وهم في ظل المفاوضات دي مشوا راحولك انت ووجودك انت يا مجلس الامن وإحنا بندعوك ان انت ترجعهم تاني أو تجد وسيلة ان انت ترجعهم تاني لمفاوضات الاتحاد الأفريقى أولا مش بس كده مش خطاب أثيوبيا واقف عندك كده قالولوا والله لازم ترجعهم لأن الملء الثاني حيتم في موسم الأمطار القادم وإحنا شغالين عن ملء الثاني أولا هي ليه أثيوبيا عاوزانا نرجع تاني لمفاوضات الاتحاد الافريكي ارجع بقى للحلقة اللي فاتت اللي قلتلك على فكرة ان اثيوبيا طول ما هي بتتفاوت تحت عباقة الاتحاد الافريكي طول ما انت مش هتحصل منها على اي حاجة عمرك ما هتاخد منها حاجة ليه اتحاد الافريكي ضعيف جدا جدا ده انا عاوز اقولك ان رئيس الكونجو اللي هو رئيس الاتحاد الافريكي دلوقتي انت اللي جاي بيعتبر ده انت ساعدته في الانتخابات بتاعته عشان يوصل ان هو يبقى رئيس الاتحاد الافريكي وبرغم من كده مش عارف يساعدك شوف وصلت لدي مش عارف يساعدك الاثيوبيين بيلتفوا حوالي يقول له تعالى وارعلنا مفاوضاتك واحنا بتوعك وشوفهم مصريين والسودانيين عاملوا ايه طيب ده اولا تاني حاجة اثيوبيا بتوقع بينك وبين الاتحاد الافريكي وبتحرض عليك ان المصريين والسودانيين مش هجابهم الاتحاد الافريكي وشوف احنا بنحترمك ازاي ومصر وسودان بتحترمكوهش تالت حاجة اثيوبيا بلغت رسميا لمجلس الامن انها هتملق ملق الثاني ده رسميا ها قدامك يا باشا عالترابيزة بنقولك هنملق ملق الثاني لمين لمجلس الامن السؤال انا السؤال بسيط انت ليه اصلا رايح لمجلس الامن طلعت صحيفة اسمها البياني استضافت خبير في القانون الدولي اسم ابراهيم احمد قالها ايه قالها على فكرة لو مصر قدرت تروح لمجلس الامن واستمع لها ممكن مجلس الامن يصدر قرار ملزم لاثيوبيا ما ينفعش تملي الملق الثاني مثلا لان مجلس الامن ده المسؤول عن الامن والسلم الدولي يعي ده المفروض اكبر جهة في العالم ومن حقها تصدر قرارات الزامية فان انت مش عارف تاخده من اثيوبيا بالزوق تاخده منها عن طريق مجلس الامن ده اولا تاني تفسير ان انت عمال تقول انا عاوز اتفاوت حوالين السد انت عمرك ما اطلقت تصريح عسكري بخصوص سد النهضة يعني كلها تلمحات عمرك ما قولت سد النهضة هتضرب صح? ده الاثيوبيين هما اللي بيهددوك بشدة فما ينفعش ان انت تبقى بتسعى للتفاوض وتاخد اجراء عسكري من غير ما تروح لمجلس الامن لازم تبين للعالم كله ان انت عاوز تتفاوض ودي قصص التفاوض تروح لمجلس الامن تسلك الطرق الشرعية وكل حاجة وإلا مش هتبقى بتع تفاوض بقى والحقيقة ان السودان ماشي معاك خطوة بخطوة يعني اوعى تنكر دور السودان ان هي اللي اصلا راحت لمجلس الامن ومصر مقمنة على كلامها نشوف احنا ايه السودان هي اللي بدت انها تروح لمجلس الامن وعاوز اوريك اخر تصريح سوداني طلع بخصوص اثيوبيا وزير خارجية السودان بص كده على دي فيما يخص الحديث الذي تفضلت به انه اثيوبيا بتعطي السودان معلومات للأسف هذا الامر غير صحيح مؤخرا كما تكوني اكيد ستابعت في الاعلام فتحوا بصورة اعلمونا قبل ايام قليلة فقط من فتح سد على نهر سيتيت يسمى سد كيزي مما اضطر وزارة الرأي ان تعلن للمواطنين عبر الاعلام ان يبتعدوا عن النهر لانه سيكون هناك ارتفاع في منسوب المياه وهذا ما حدث الحقيقة حتى لو تصريحات انهزامية والكلام ده كله بس لا تنكر ان السودان معاك خطوة بخطوة في كل حاجة كل حاجة سواء عسكرية دبلوماسية والحقيقة ان انا مش جاية نكت عليك اكيد اكيد الجيش المصري بيتحرك مش كده ولا ايه اكيد المصريين عاملين حسابهم لكل الكوارث دي احنا مش هنفضل نتفاوض وخلاص الحقيقة طلقت صحيفة الشرق السعودية منزلها خبر غريب جدا بتقولك على فكرة رئيس اركان الجيش المصري كان في زيارة غير معلنة للسودان والحقيقة ان هو ما كانش جاي للسودان عن طريق مصر ده راح للكونجو الاول وبعدين رجع للسودان مصحوب وفد عسكري رفيع طب بينقشوا ايه في السودان قلتلك والله يكانوا بينقشوا ملف فسد النهضة بصحيفة الشرق السعودية ده يطمنك ويورك ان الجيش بتاعك على اتم استعداد وبيتحرك عسكريا لازم تبقى عندك ثقة في الموضوع دا مش دي كل اخباري انا وعدتك ان الاخبار اللي هتسمعها مرة دي مش هتسمعها في حتة تانية او ممكن معلش ممكن ما تكونش اسمعتها في حتة تانية ايه تاني خبر خبر مرتبط باجراءاتك في تطوير العلاقات مع امريكا انا جيت قلتلك ان مصر هتعمل مناورات ضخمة مع حلف النيتو في البحر الاسود ضد روسيا يعني انت بعت الروس يعني او استفزتهم بخطوة غير مسبوكة ان انت تعمل مناورات ضدهم مكادش بتحصل قبل كده طب ايه الخبر اللي بعد كده الخبر اللي بعد كده مرتبط بعلاقاتك الضبابية بين امريكا وروسيا طول عمر الامريكان والروس بيصفوا علاقتهم بمصر انها ضبابية مش معروف مصر دي مع روسيا ولا امريكا الامريكان بيتعاملوا معك على هذا المبدأ والروس كمان كل واحد معتبلك حليف وفي نفس الوقت مش حليف قوي يعني حليف بس ممكن يبقى عنا في اي لحظة منطقة ده بابية كده بتعاش تمسك مصر دي مع مين ضد مين غريبة ان مصر اتفقت مع امريكا على اجراء مناورات داخل البحر الاسود معلى كده ان انت بتستفز الروس بخطوة او باخرة يعني ده اجراء غير مسبوك وإلا منورات دي كان بتعامل على فكرة بل كده مصر عمرها ما شركت فيها اول مرة مصر تخش منورات دي اكيد اكيد الروس مش راضين عنك والامريكان في منتهى السعادة طب ما تيجي بنبص على موقف الاتنين من سد النهضة بص كده على اول خبر طلع من امريكان بص كده بيقولي في الاثناء نقلت وسائل اعلامة مصرية عن المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الامريكية سامويل ويربرج قوله ان واشنطن تبذل جهودا لحل ازمة سد النهضة الاثيوبي عبر المفاوضات طيب ده كلام زي فل ده الراجل بيقول كلام مية مية بس الحقيقة ان الراجل ما اكتفاش بكده وكم الخبره ايضا اكد على ان الادارة الامريكية تحس الاطراف جميعا على العودة مرة اخرى الى طاولة التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي وبالتالي احنا ندعو مصر والسودان للعودة للتفاوض تحت رعاية الاتحاد الافريقي بقى عكوا يعني بالزبط كأنه مسح التصريح اللي قبليه طيب هنا سؤال ليه التصريح ده منزلش في اي موقع اخباري غربي لان الراجل ده مصرح للاعلام المصري يعني لازم تعرف كده ده مصرح لوكالات الانباء المصرية وهي اللي نقلت عنه بس مسك العسام النصر ترجع تتفاوض تحت رعاية الاتحاد الافريقي ده اللي عوزاء الثيوبي بس سألك ايه احنا مش هنسيب مئة مليون مصري عطشانين ادك الخبر وسحبوا بعديه على طول طب ايه موقف الروس والله ايه الخبر ده بيوريك موقف الروس يقول لك ان وزير الخارجية الاثيوبي اتصل بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الراجل المعروف جدا عند المصريين سيرجي لافروف قال له ايه قال له على فكرة بقى روسيا بتدعم المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي معنا كده ايه ده كلام خطير جدا ان الروس ممكن ممكن ما بيبقوش معاك قوي في مجلس الامن يعني انت لو رحت مجلس الامن ما يدكش يعني اللي انت عاوز او او ما يبقاش فضهرك الامريكان ما تدكش اللي انت عاوز او في نفس الوقت الروس ما بقوش معاك زو الاول حتى لو كانوا بيتعاملوا من تحت لتحت بس دلوقتي ما بقوش معاك ظاهريا كلام ده خطير جدا الحقيقة مش بس دي الاخبار اخر خبر هختن به طالع من البي بي سي بيقولك ايه بيقولك على فكرة مصر رجعت حليف قوي للافاركة ازاي بيقولك على فكرة الافاركة دلوقتي بقوا ميبصوا لمصر انها حليف يعتمد عليه نوعا ما مش بس كده البي بي سي وضحت وقالت لك على فكرة خريطة مصر زمان كان حدود مصر عند بحيرة فيكتوريا حدود مصر الجنوبية كانت عند بحيرة فيكتوريا تانو تخير كانت مصر كبيرة ديه مش بس كده تقولك على فكرة الأفارقة دلوقتي ابتدوا يقربوا من مصر بشكل كبير وده بفضل ايه بفضل سد النهضة أول ما أثيوبي أعلنت عن بناء سد النهضة مصر علاقاتها الأفريقية نمت بشكل كبير وأكتر من دولة وقعت اتفاقية عسكرية ضخمة لحد ما إيه اللي حصل لحد ما طلع جنوب السوداء قالت لك على فكرة احنا كمان حنبني سد هنسيب أثيوبي لوحدها احنا كمان لبني سد وده يفصل لك كل التصريحات اللي غريبة من جنوب السوداء تجاه سد النهضة عمر جنوب السوداء منتقدت سد النهضة أبدا هتلي تصريح واحد يقول لي جنوب السوداء شتم سد النهضة عمره تلعبا النهاردة قال لك على فكرة انا كمان حبني سد انتو تبني لوحدكم ولا إيه في حين إن مصر معنداش مشكلة مع السد ده آه هو مش مبني عن نيل الأزرق يعني هو مش بعد سد النهضة لا ده مبني على النيل الأبيض في الآخر انت بتحتاج النيل الأبيض والنيل الأزرق عشان تاخد نهر النيل في الآخر لأن هما الاتنين بيلطقوا عشان يكونوا نهر النيل بس خلي بالك إن بعد ما جنوب أفريقيا أطلقت التصريح ده مصر عملت معها اتفاقية لحمايتها من الفيضانات يعني مصر بتحاول تتحرك بطريقة مختلفة عن اللي تحركت فيه أيام أثيوبيا يعني مش محتاجين سد إحنا هنعمل لكم كل حاجة تحميكم من الفيضانات أو إن مصر معداش مشكلة مع السد ده هما دول الحلين مصر موقفها إيه محتش يعرف ملقيتش أي حاجة تدول إن مصر موقفها كان واضح برفض سد بتاع جنوب السودان ده ملتوش بس بالآخر أنا بس أعزوه لك حاجة طول ما انت مش هتضرب السد طول ما مش جنوب السودان فقط اللي هتبني سد تحيب أكتر من دولة تبني سد شوية الجنود اللي اتقاثروا جو بلدهم جو بلدهم ده أثيوبيا ده أبي أحمد استدعى جيش خارجي ضد أهل بلدهم انت منتخيل؟ يعني الرجل اللي راح استعان بالجيش الأريتري ضد أهل بلدهم وانهزب الاتنين اتهزب في الآخر أنا عاوز أسألك سؤال مهمة هو أنا ليه مش شايف الناس بتملق جراكل مية يعني نخزن المية عشان مش هنلاقيها بلاش كده هي ليه الناس بتزرع زي الأول يعني جاتلهم فترة كده منعوا محاصيل معينة وبتاع بس دلوقتي يرجعوا يزرعوها تاني عندهمش مشكلة برضو بلاش كده أنا ليه مش لقي زعر وناس بتهرب من مصر تروح بلاد تانية عشان احنا مش هنلاقي نشرب لقدر الله يعني لسبب واحد ان انت واثق في الكوادة السياسية وان انت عرف ان انت مصري وقادر تضرب السد ده مش مرة واحدة مية مرة انت عندك أقوى جيش في الشرق الأوسط الجيش ده مش هيكل سد واحد لكلهم كلهم لسبب واحد ان انت على حق وانت معتدتش على الناس دول الناس دول شايفين نهضة بتاعتهم على أرواحنا انت متخيلة ديه على أرواحنا ملهاش حال تاني يجير ان السد يتضرب وحيتضرب وعلى انت عاوزه يا ربكم شرحت لك الموضوع بشكل مبسط ارفع راسك فوق انت مصري وعلى حق ويا رب انصر مصر تحية مصر سلام يا محروسة بسيف شاطر وسف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهل على قصص رب العالمين لمش keeping اشتركوا في القناة